الهدية النبوية لمن أدمن الاستغفار ولزم الاستغفار وكان لسانه رطبا بالاستغفار أن كل هم في الدنيا لا يقف أمامه يا الله وكل مرض كل كرب كل ضيق جفاف الدموع تجفف دموع الحزن بالاستغفار يلين القلب يا شيء يلين القلب تتساهل لك كل مصاعب الحياة تطلع من البيت وما تدري كيف تأتي لك الأمور تترتب أبناءك يعودون صحتك يبارك فيها كل باب مغلق ينكسر قفله أحبابي يا قصع سلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وفي رواية ورزق من غير ما يحتسب إذا أتى أحد إلى الحسن البصري فقال إني أريد الولد قال استغفر آخر يريد التجارة استغفر لما أحبابي لأن كلمة استغفار معناها أنك تحقق العبودية للملك الغفار جل وعلا كأنك تقول أنا عبدك الضعيف أذنب دائما لكن يا ربي سألوذ بجنابك وسأطرق بابك وسأطلب منك أن تغفر هذه الذنوب التي لحقتني وكم ذنب ذنوب لا حد لها ولا عد شيء نعرفه شيء ما نعرفه أحصاه الله ونسوه ولذلك دائما إذا فتح الله على لسانك استغفر الله استغفر الله استغفر الله فتأكد أيها المؤمن أن الله إذا فتح لك باب استغفر الله أنه سيغفر سيفرج سيعطيك سيعطيك حتى والله عقلك يأتيه دهشة الله إذا أعطى أدهش العقول الله إذا أعطى يدهش عقلك من كيف؟ طيب يا شيخ هذا كربة أنا مريض مرض أنا مديون أنا أولدي ظال أنا ألزم الاستغفار أنا عقيم الطباء يقولون لا ولد ما يمكن في حمل ما في حيوان مناوي ما يوجد بويضة يا أخي الحبيب استغفر استغفر هذا العظيم الذي أمرك أن تستغفر وعدك أن يفرج كربك الله أكبر فيا معاشر الأحباب بسيطة الله الغناء بوابته الاستغفار العافية بوابته الاستغفار الاكتئاب ذهابه بوابته الاستغفار الحزن خروجه من القلب بوابته الاستغفار يا الله انشراح الصدر بوابته الاستغفار صلاح الذرية بوابته الاستغفار استغفار اللسان مع القلب وليس تحريك اللسان اشتركوا في القناة